أنه هجوم على كل من يعمل هل ستنتهي جنة المساعدات الاجتماعية في فينا قريبا وعندنا في الموضوع نفسه الموضوع المتعلق بوزيرة الأسرة النمسوية سوزان راب بتعارض التدخل في شؤون الأسرة وتدافع عن حرية الاختيار هو مين مع مين ومين ضد مين يعني في صراحة هي قضية العائلة السورية اللي بتحصل على مساعدات 4600 يورو يعني صارت صراحة حديث الساعة هلها بتيجي بيجيك واحد سوري بيقول لك انتو عم تحكوا على السوريين طبعا أنا هون في قبل ما أدخل بهذا الخبر يعني في ملاحظة أنا صراحة أنا الشيء مؤسف بالنسبة لي نحن بهذا الأسبوع استاذ ممدوح يعني مع الأسف تم حضر أكثر من مئة سوري أكثر من مئة شخص شاب أو شابة سوريين بيقول لك احنا بننشر أخبار ضد السوريين نحن بنهاجم الكذا أنا ما بعرف هدول الأشخاص اللي بيحكوا شو نوعية العقل الموجودة في التلفزيون ما عم يفهموا ما عم يفهموا نحن عم نحاول نقول لهم صراحة تعليقات موسيقى تعليقات سيئة للغاية إضافة إلى ذلك تم التعدي يعني صراحة عليك وعلى بعض المذيعات والشباب اللي عم وصار من الإهانات هذا أنا بقول له هذا خط أحمر إنفو جرات لن تسمح لن تسمح النمسا ميديا فريق النمسا ميديا لن يسمح بالتعدي على أي أحد يعمل بها اللي مو عاجبه يطلع اللي مو عاجبه يلغي الإعجاب يحضرنا يروح يلاقي له شيء مكان وياخد المعلومات منه في كتير ناس بعيده بقى كدر هذا الكلام في كتير ناس بتقدم معلومات مريحة لإلون وفيها مصاري وفيها سعادة وفيها هنا يروح يتابعوا لن نسمح لأحد بمهاجمة النمسا ميديا ولن نسمح لأحد بمهاجمة أي أحد يعمل بالنمسا ميديا إحنا ننقل بشكل موضوع يا سيدي في ناس ما بتفهم من حقهم من حقهم يقولوا الخبر ما عاجبنا من حقهم يجي واحد يقول لك يا أخي انتو في خلل بالتحرير من حقك أما تيجي تهاجم النمسا ميديا أو اللي بيشتغلوا النمسا ميديا لأنهم عم ينقلوا الخبر هذا لن نسمح به وسيتم متابعة الموضوع بصراحة كما تقتضيها الحاجة اللي مو عاجبه أي أحد يسيء بصراحة اليوم النمسا ميديا عنده سياسة واضحة حظروا إلغاء كل شخص نهما نرجع لهذا الخبر نرجع لهذا الخبر مع الأسف الشديد الأحزاب المتطرفة اليوم تستغل وتستثمر بقضية العائلة السورية التي تحصل على 4600 يورو بقل لك الحزب الشعب يدعو أيضا لزيادات في حال هو دخل على صار الحكومة فممكن هذه العائلة تحصل على 6000 يورو هذا الموضوع موجود هذا الخبر شو بقلنا أستاذ ممضوع بالمحصلة بالآخر شو بقلنا اللي بقلنا إياه أن المساعدات الاجتماعية بعد انتهاء الانتخابات النمساوية والوزول للحكومة الجديدة في فينة لن تبقى كما هي هذا قولا واحدا هذا قطعا رح يصير هذا مؤكد أن الأمور رح تتغير وما رح تبقى بهذا الشيء اس بي او ان رضي ولا ما رضي رح يصير عليه ضغوط برلمانية وضغوط حزبية وضغوط انتخابية ما لحتى يغير هاي السياسة ويتوحد نظام المساعدات في النمسا أو كما قالت السيدة سوزان الرحب وزيرة الاندماج لا يحق أن يأخذ المساعدات الشمعية كاملة إلا بعد خمس سنوات من وجوده بالنمسا حتى لو فضل حزب الشعب في الحكم برضو الموضوع يتغير فبالتالي كل من يتابعون ويسمعون الآن يعلم أنه يجب أن يعمل يجب أن يندمج يجب أن يتعلم اللغة يجب أن يبحث ويحصل على عمل حتى يستطيع أن يحقق نفسه وذاته هذا الخبر لن يمر مرور الكرام قولا واحدا أنا أعتقد أنه ده هيكون له وقفة كبيرة جدا حديث كل الإعلام وكل السياسة النمساوية بتتحدث فيه وبيجي بيقول لك إلا واحد رأسهم ربع بيقول لك أنتو بتهجموا السوريين لك يا بني آدم فهام واستوعب فهام واستوعب أنه إحنا عم ننقل لك خبر موجود وصراع سياسي موجود الأحزاب النمساوية كلها عم تحكي فيه وهو ده واضح بين الناس ده بيكون موجودة بهالمجتمعات بصراحة بتحاول أنها تفرزها وتصدرها علينا